الهدم أسهل بكتير من البنى البنى محتاج وقت ومجهود بتبني بيتك شركتك أو حتى مولك التجاري يبقى عايز معاك راجل يقدر يشيل ويستحمل وينقل حديد أسمنت رمل وطوب المهر للمؤولات والتوردات تقدر تتوفر لك عربيات لنقل أي كمية وبسعر مناسب جدا المهر هنسهلك عملية البنى الهدم أسهل بكتير من البنى البنى محتاج المشاهدين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامج خطوط ضيضاء وحلاء بعنوان ألف وجه الحواء في ضيافتي الأستاذ إسلام حجازي والفنانة هند هنداوي البداية هتكون مع الشاعر إسلام حجازي أهلا بك أسلام أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أسلام منور قناة الصحر الجمال ربنا أخليك ربنا أعزك في البداية كان لك اسم دوان إنه هو ألف وجه الحواء كان ليا دوان باسم ألف وجه الحواء وده إن شاء الله ينزل في معرض الكتاب الدولي إن شاء الله 36 دوان ده اسمه ألف وجه الحواء أنا مش بقلل من المرأة أو كبشاكل عام لا أنا بالعكس أنا بقول في الدوان إن المرأة دي بإنها بشبهها بالورود لأن في ورود مثلا بتنبت في الجبال ورود ندرة جدا إن هي تظهر فوردي بيكون شكله مثلا كويس وشكله جميل جدا لكن حاوليه شوك ما تقدرش إن أنت تقرب منه في وردي يكون شكله مش كويس لكن روحت كويسة وبذلك بشبه المرأة بالوردة ولكن مش بقلل منها طبعا أنا عجبني اسم الدوان فعلشان كده اخترت الحلقة بعنوان دوانك ربنا أخليك تسلم طبعا دكتورة هند إيه رأيك في اسم الدوان لا اسم جميل جدا إن هو يكون ألف واجه لحواء ألف واجه لحواء ممكن هو حد بيشوفه ألف واجه بطريقة وحشة لكن هو أبرزه بطريقة حلوة في الدوان بتاعه طبعا فيه نقار كتير أو فيه ناس كتير يعني اتكلموا عن ألف واجه لحواء أو فيه ناس ساعدوك وشافوا إن الاسم دي جميل دينا نبز عنه الماس طبعا اللي ساعدتني والناس اللي لا أفضل علي طبعا في ظهوري وكظهور كشاعر طبعا والدي ووالدي طبعا وقفوا كتير جنبي وهم اللي يحفزوني وقالولي اشتغل على نفسك هتلاقي نفسك هجيب أحسن وحتلاقي نفسك كمشروع شاعر مشروع ناجح جدا والدي أنا بشكره جدا وهو اللي حفزني وهو اللي بقى يقولي كمل حتى لو وجهدك مشكلة مش مشكلة ربنا ممكن بيبعث لك المشكلة لأنها تكون بعد كده مش عقبة ده ربنا بعتها لك عشان هيديك اللي أحسن منها والحمد لله دلوقتي ديواني الأول ممكن أنا أسألك؟ تفضل حسيت بموهبتك إمتى يسلي؟ حسيت موهبتي تقريبا في ستة بتدي هي ما كانتش عبارة عن موهبة هي عبارة كتبكت بعبارة عن خواطر ثم بدأت بقى تترجم لهي شاعر بدأ بابا برضو هو لحظة لأن بابا والد شاعر ذكرت ده قبل كده في قناة برضو والد شاعر والحمد لله برضو يعني طبعا طبعا زي ما تقولك كده هي أفضل عن جد وراسة موهبة وراسة أكيد أستاذ إسلام نسمع منك حاجة وبعدين نكمل سمعنا إيه؟ حاجة بعنوان كميلي كتبك طب ماشي تفضل يعني المرأة هنا خليتها كدابة؟ ألا أنا بقولك المرأة بتظهر بشكل يعني بكذا شكل بقول كميلي كتبك ماشي اتفضل الماء اتفضل كميلي كتبك وانا هتفرق وهسقف وانت بتبتسمي سهمك لسه بظاهر ما خفش وارصاصك بغرب الجسم حكي عن ناس وكي معاهم وحكي لهم شي من معاناتك وقول لهم كان زنب عملتيه وحسب صائد من حساباتك وانسألوك اتفرقتم ليه؟ اعملي مظلومة وقولي مفيش كان قدامه ألف طريقة علشان يخترني وما اخترنيش شويه صورتي وانا مش هزع وقول لهم كان شخص آناني وانسألوني هسكت وهقول ربنا كله تقدير تاني مش هشتم عنك في غيابك ولا هقفل باب قصد بابك ولا هرمي الشيلة على حسابك ولا هبكي بحرقة على عشرة الذهب القشرة لست الناس مهما يحصل يفضل قشرة الاصل بيظهر في الأزمات فاسبيه وحلف للناس بالله انك من كم أسبوع سبتيه اتظهر بإني محبة كيش ولا سبت العالم علشانك وحلف على بصحف انه مفيش ولا وحدة طي تبقى مكانك طلعي كل الأسرار بره وفضح للناس كل المسطور ما اللي اتولده في قلب الظلمة يكرهه كل المولود في النور كميلي دحكك كميلي دحكك الحب إياه مع ناس بتلل من شأن كنت الموجة اللي فاكرها نجاه ومسكت في أشك غرقني خد راحتك خالص واحكي لهم كل اللي أمنتك على ذكره كل اللي نسيه وقت ما قلته واللي بيوصلني فبفتكره وأنا عن نفسي وربنا شاهد مش هشغل بالي بموقفنا من رحمته بينا ما كمناش ولا جبنا عيال ولا خلفنا كنت مجرد لعبة بلاستك ربنا رد لها ترتاح وتموت فراميتك أول مفارقتك وده فنتك مطرح وقت ما وده فنتك مطرح وقتنا البداية بدأت في البداية يا أسلب أه حد اكتشفك في البداية يمدرس مثلا نمى موهبتك ولا في الفترة دي فترة البداية محدش اكتشفك خالص لا فترة البداية كنا أطفال طبعا طبعا أطفال فمحدش عارف يفرق بين موهبة وبين التانية لا كلنا كنا أطفال مع بعض مشاكل وبتاع بس محدش لا أستاذ هاني أكيد الوالد هي جات التنمية بتهيألي كده صح اللي نما فيه الموهبة أكتر الولد أنا أصدف حاجة تانية دكتور هند فترة الابتداء دي ملاحظت المدرسين فيه مواهب كتيرة المدرسين ما بيكتشفهش المواهب دي في المرحلة دي لا أكيد بيكتشفه ما احنا عايزين بقى كل مدرس يخلي باله ويحط على كل ولد من ولاده لأن دول أمانة صح كده ده صحيح دول أمانة ولدنا أمانة في إدينا أكيد أكيد أمانة في إدينا بس احنا بنتكلم ممكن المدرس نفسه أو في المدرسة هو ما تدهمش الحتة دي فيه بيتحرجه فيه بيتكسفه فيه بيتكسفه يظهره أو يطلعه أو يطلع موهبته قدام حد ممكن كان بيطلعها الوالده في البيت فوالده طول البيت بقى هو طول ما قاعد بيسمع طب بص يا بابا شوف كذا طيب اسمعني أنا قلت الحتة دي مظبوطة ولا لأ طب إيه رأيك في الحتة دي يا بابا فهنا والده اللي نمى طب هنا الوالد ما يبرشت للمدرس يقول له ابني عنده موهبة كذا خلي بالك منها نميها ممكن الوالد هنا رعاية الأسرة هنا المفروض بقى التكامل بين الأسرة يعني الأسرة والمدرسة الأسرة والمدرسة يبقى هنا التكامل والترابط ما بينهم مثلا أنا بحيثت حاجة طب ممكن تحطوه مثلا في الجامعة في المدرسة مثلا في مجموعة الخطابة في مجموعة الشعر في مجموعة كذا في مجموعة كذا فهو على حسب الوالد ما بيشوف الابن ينتجه لفين أو هويته إيه بيناميه ده جنب ده يعني المدرسة جنب البيت ده بقى أفضل طبعا الأسرة أو طبعا والمدرسة تربية وتعليم أنا عن نفسي في المدرسة كنت في المسرح كنا في اسكندرية طبعا فكنت في المسرح دي كانوا عاملينها كمان جميلة قوي حاجة جميلة قوي اللي هي اسمها المدرسة الصيفية يعني الأجازة خلصت خلاص يعني مش لسه بقى خلاص نقود في بيتنا لا بنروح تاني المدرسة في الصيف بننمي المهارة بتاعتنا إيه كتمثيل غناء استعراضات هناك بيعملوا كل ده يعني في مدرسك بتعمل كده ياريت كل ده يبقى كده في المدرسة الصيفية بالضبط حتى أنا في الكلية بدأت أخذ اتجاه بقى معين اللي هوها كلية در العلوم جامعة أسوان الحمد لله حصل على المركز الأول في جامعة أسوان والمركز الأول في كلية در العلوم جامعة أسوان دخلت مصابعة إبداع خدت المركز الأول على جامعة أسوان والمركز الثالث في أسر ثقافة محافظة أسوان الحمد لله بعدها والدي أصر أنه يعمل لي دوان قال لي أنا شايفك مشروع شاعر لازم تبقى حاجة كبيرة لازم حاجة أشوفك حاجة كون فخر لنا مش بس عشانك ده أنت هكون عشاني وعشان أسرتك عشان أخوك عشاننا كلنا شايفين فيك مشروع شاعر كويس وبدأت الدوان ألف وجه الحواء صور حواء وأوجه حواء من وجهة نظرك لا أنا من وجهة نظري أنا بشبه المرأة بأنها نصف المجتمع فعلا مش بقلل من شأنها زي ما هو مكتوف الدوان ألف وجه الحواء بالعكس ده أنا بشبهها بالوردة بشبه المرأة كأنها زوجة المرأة ممكن تكون حبيبة ولو زوجة ممكن تكون أم تانية بلجأ لها المرأة تعتبر بعض الأم أم تانية المرأة دي بنصف المجتمع هي اللي مسكت تقريبا مسؤوليات حاجات كتيرة جدا إحنا ممكن ما نكونش واخدين بالها بلنا منها من حيث مثلا الأسرة مثلا الوليد طبعا بيكون في الشغل طول النهار لكن هي عليها العابق الأكبر بالزبط وأنا يعني بالوقتي من قناة الصحة الجمال ومحضراتكم أنا بحب أشكر أمي فعلا وقفت جنب كتير وهي يعني ساعدتني سلام وتحية لكل أم طبعا أنا ربت تربية صحيحة ليه قصيدة عن الأم؟ آه ليه قصيدة بتقول أمي طب نسمحها تماما أمي أمي لو قالولك أني شاعر هبقى قدامك كئيب لو قالولك أن عاشق بين إيديك هكون حبيب لو قالولك أني عاج بالدعى جايز يصيب لو قالولك أني ماشي من الطبيعة هتحدونيني واما أقولك في حزن هتلمحي الدموع في عيني واما أقولك أني خفت جوه منك قربيني واما أقولك أنك أنت كنت قبطاني وكنت سفينتي كنت أمي وكنت زوجتي كنت بنتي وكنت زوجتي الطيبة أمي فرحة قريبة أمي أمي دعوة في الخيال أمي تابت أمي سهرت أمي ربتكم عيال أمي أمي بيت أمي حارة أمي طفت كم سجارة كنت تشوفها معايا أمي سبرت أمي دبلت وقت صفر الحجابوية مين يقول الليل عيد أمي جنبي أكيد سعيد كل يوم بيعدي فعلا بابتسم بابترسم عشان قريب من حنانها ومش بعيد أمي وردة في كل قوضة أمي دحكة في كل بيت أمي تسمع من عادي مهما يعني في يوم شكيت أمي صورة في كل حتة أمي زرعة في كل بيت أمي تشبه للجنينة بس لو مليانة ورد أمي حيطة صندة ضهري أمي إيد مليانة خير أمي شالت هميانة حزنها بيزيد كتير أمي نجمة في ليل ديسمبر أمي مطرة في السحاب أمي يديها نقية جدا تلمسك تنسى العتاب أمي تشبه للمدينة بس لو مليانة زينة عرفة يعني الحزن فينا بس رفض الاكتئاب بس رفض الاكتئاب الأمي طبعا دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى طبعا هي الجنة تحت أقدام الأمهات وأقل حاجة يعني مهما نعمل مش هنقدر نوصل أن احنا نوفي حقها علينا أبدا أكيد والله يرحمك يا أمي برطو في ألف واجه الحواء بنتعامل هنا مع المرأة في مقولة طبعا إحنا عايزين نعرف حواء ونفهم حواء والراجل يهمه معرفة حواء لا بالنسبة لحواء لغز كبير بالضبط ولها سحرها وكل ست لها سحرها وكل ست لها جمالها الخاص مش شرط الوش مش شرط جمال الوش والجمال جمال الروح جمال الروح وكل ست لها سحر ولها مفتاحة ولها برضو إفلاها كل حواء ولها مفتاح ولها إفلاها ولها إفلاها في مقولة حلوة كده لكي تسعد مع المرأة خلي بالي لكي تسعد مع المرأة لابد أن تمتلك صبر أيوب وعمى يعقوب لا لا مش للدرجاتي بس ممكن ممكن بس كل ست لها مفاتيح معين اللي يوصل لها اللي يوصل لها لا أصلي كل واحد زي ما كل واحد له صفات مخصة به المرأة لها صفات كتيرة ولها صفات كتيرة منها المتكبرة ومنها العنيدة منها اللطيفة الحنينة كذلك الرجال برضو طبعا أنا ما هاجمش المرأة بس المرأة لها سحرها الخاص طب إزاي يعني التعامل مع المرأة ليه فن ولا فن والرصة ولا التعامل معها ببزة هو مش متعب خالص التعامل مع المرأة مش متعب هو مفتاحه في إيد الراجل يعني مفتاح اللغز كله ده مفتاح لغز المرأة في إيد الراجل الراجل لو طيب وحنين وعارف يتعامل معها يتعامل معها لا وإيه وإيه يعني مش مسألة التعامل بس فن التعامل معها إزاي وعن طريق أنه هو يتقل له بالزبط أول حاجة طبعا يتقل له مثلا أنه هو عارف حقوقه إيه وحقوقها بدأ محافظ حقوقها فيعرف ياخد حقوقه منها بالزبط ترى يعني خلينا أقول أنه بالبلد كده عشان الناس كلها يعني السادة مشاهدين منهم اللي في قارية منهم اللي في محافظة بندر أحابب أقول أن الراجل مع الزوجة مش لازم يكون دار ببقى واشتين زي ما احنا بنشوف وده كلام موقع جدا لأ بالعكس ده أنا أحتويها إن احتويت المرأة ده صحيح ده صحيح ملكة مفتاحة خلاص احتواء المرأة نفهم المرأة ونفهم كل حالة وكيفية التعامل معها يعني العنيدة دي لها طريقة في التعامل اللطيفة الحنينة لها طريقة في التعامل مش كل الناس برضو مصقفة كل الناس محتاجة للصقف لأن نص الكل ده بنحاول مش محتاجة ثقافة بس هقولك على حاجة لأ بس بتفرق من طبقة أو الطبقة أو منطقة أو منطقة أكيد طبعا مش هفتلف معاك في دي حسب ترابيهم أكيد صح كده يعني يعني حسب التربية وحسب كل واحد تعود على إيه كل واحد المفهوم اللي بيطلع من بيت والده شايف والده بيكرم الست بيطلع كده اللي شايف والده بيهينها أو يميد إيده عليها برضو أنا معتقد بيطلع كده ماشي بس فيه ماكولة بتقول لك يعني هي إحنا مش هنطبقها على العلم إحنا نطبقنا ماكولة بطول بطول يخلق من ظهر الفاسد عالم من ظهر العالم فاسد أو ظهر الفاسد عالم بالزبط فإحنا يعني مش لازم يكون هو أنا شايف والدي بيعمل والدتي مش كويسة لا هروح أعمل زوجتي بترى مش كويسة بس ده بتفرق على حسب التفاهم ما بين الاتنين أخدت طباعك أنت أخدت طباعي أكيد إحنا الاتنين هنندمج مع بعض مش هكون فيه مشاكل بس فيه حسب برضو حسب الأماكن وحسب التربية مش هختلف معاك بتفرق وبيبقوا ولدين إخوات واحد بيطلع كده واحد بيطلع كده مش شرط هي مش بنعممها أو بنقممها لا هي مسألة تفاوت بين الأشخاص وبين التربية يعني كل واحد شخص وتربيته وفي نفس الوقت بيبقى فيه ناس متربية في بيئة مش لطيفة وبيطلع كويسين هي مسألة هنا إحنا الإنسان هنا الواحد أو الرجل يعرف مفتاح بس السبت بالظبط وهو بس جواه أصلا يكون متربي أنه أنا عارف دي شخصيتها كذا أو هعرف هتعامل معها إزاي هبدأ معها إزاي وكده ولما يكونوا الاتنين أصلا يعني لو كانوا في العشرة ما بينهم وبين بعض متفقين من البداية على اتفاقات معينة ومشيين عليها في خط الخط ده بيكمل بالظبط ده على اعتقاد دي أعنى أستاذ السلام في ألف واجه الحواء بطبيعة الشعر كده عنده تجربة وإحسيس بتخليه بتخلي المهيبة عنده تتفجر بزمت في ديوان ألف واجه الحواء كان في مواقف وتجربة حياتية معاك مرت بيها خليتك تبدأ أكيد طبعا أكيد طبعا لتها زي ما بقوله جاء على الجرح في موقف حصل معايا الكلام ده في أول سنة اللي في الكلية طبعا إحنا كلنا شباب في منه الطيش ومنه العائل أنا ولا كنت ده ولا كنت ده كنت بينا زي ما بقوله حصل موقف معايا ألمني شوية مش شوية ده كتير كمان حاولتي أترجم الوجع لكلام مكتوب وإحساس حاولت أن أنا أتعدى المرحلة بس ما عرفت إش أتعداها إلا لما أنا أكتب عنها كتبت عنها وكتبت عنها قصيدة كميلي كتبك كتب اللي سمعناها يعني اللي سمعناها كميلي كتبك كانت من تجربة شخصية بالضبط بالنسبة لأستاذ سلامي يعني أنت الشعر بتكتب عمي ولا فصحة ولا أنهي أنواع الشعر اللي بتحبها ويبتميل إليه كتبت عمي وكتبت فصحة لكن كان التمييز بتاعي كان في العمية وكان في العمية كان في الفراء يعني العمية بتوصل أكتر للطباقة الشعبية كلها بالضبط أنا أتبع تبر بالضبط لأن أنا حبيت أكتب حاجة لكل يكون حاسسها لكل يكون فهمها مني مش محتاجة بقى لإني زي ما أنا حضرتك زكارة زي حضرتك زكارة زي هندي إن في طبقات أعليها طبقات متوسطة عايز كلامي وصل لكل الطبقات تمام كتبت قصيدة اسمها بحبك من زمان بحبك من زمان بحبك من زمان وزمان بحبك بحبك أنت أمان وحضنك بيت بكون وياه وبستنى ده لما يغيب بحبك وقت ما تسيبي بخاف لا يقوله أنه نصيب بحبك حب حد غريب بحبك حب حد غريب وشاف إنسانة داب فيها يا أجمل حاجة في حياتي يا فرحة بكل معانيها وبيت لما الزحام بيزيد يا حب جديد وحب قديم أنا استسلمتي وياكي وكنت رافض التسليم بحب حليم وست الكل صباحك فل صباحك خير بحب وغير واسيب واتساب بحبك ليه بدون أسباب وشايفك أجمل الأشيار ولما تغيبي ليه بشتاب بدمع بالنهار والليل بشوفك وردة وسط النيل بدون بستان بحبك حب بالمجان في أي مكان بكون دايب بحبك بس مش سايب عشان بعدك مليش أحباب ولما هتسيبي هتلاقي حبيب يفضل كتير باقي حبيب رغم الوجع بيدوب وراضي معاك بالمكتوب وقلبه سعاد بيكون دبدوب بيجي ليك في هدية يا أجمل يا أجمل فرحة في عناية يا أجمل فرحة في عناية يا أجمل بنتي في عناية وأجمل من بنات الكون أنا عاشي ساعات مجنون وساعات عائل ومش مهتم بنسى معاك دنيا وهم وقوم حكايات ولو عدت ساعات وساعات بكون محتاج معاك حاجات كلامك رئتك طبتك أخاف لو مرة يوم سبتك تحس إني هنساكي يا أجمل حاجة في عناية دايب بس في هواكي حبيت حياتي بجد لإني حياتي وياكي لإني حياتي وياكي أستاذ السلام وإنت ديواني الشعر بتاعك اللي هو ألف وجه الحواء إن شاء الله هتعرضه في معرض الأقيرة الدولية إن شاء الله في 36 إن شاء الله هو كان المفروض كان نزل في 3012 لكن بسبب كورونا والتأجلات اللي حصلت إن شاء الله في 36 وإن شاء الله مش هتأجل تادي ما حصلش حاجة ناس كتير بتحبت خط تجربة إن هي تعرض حاجاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في ناس كتير مش عارفة الطريقة مش عارفة توصل إزاي وصلت والبداية إزاي بالضبط هو البداية أولاً كانت عن طريق والدي بعد كده قال لي أنا عايزة كتبت بحاجة تليق بيك كشاعر ككاتب تليق حاجة هتوصل للناس الناس هتحترم كتاباتك ومن خلال احترام الناس لكتاباتك هتبدأ الناس تتبعك ومن خلال كده هتبدأ أن أنت تكون شاعر بجد أنا مش هكتب أي كلمتين طبعاً راح أتقوم في كتاب وراح أقول أن أنا راح معرضي الكتاب ده صحيح بالضبط فأي كاتب أو أي كاتب ناشئ صغير حابب أنه يوصل كتاباته لون نور لمعرض الكتاب ما فيش مشكلة بس حاول أن أنت تشتغل على نفسك حاول أن أنت تتعب شوية معلش لكن بعد التعب هتلاقي وهتلاقي ربنا مديك كتير كمان لكن في كل الأحوال حاول تكتب حاجة توصل للناس بطريقة لي بأنك كاتب كاتب محترم وليك مكانتك في كتابتك وهي الحاجة اللي هتميزك ما بين الناس وما بين الكتاب اللي هيكونوا معاك إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق أحب أن أضيف حاجة سيزة دكتور هند والله أنا بس الإضافة بتاعتي إن أنا عايز أسأله حاسس أن أنت هكمل مشوارك زي ما قلت لحضرتك قبل كده والدي شافني مشروع شعار كويس وأنا من بعد والدي ما بيشوف الحاجة طبعا ما بعترتش ما بقولش لأ مش احتمال كلمة احتمال دي شيئا لها من القموس طالما قال كذا أنا أوصك في كلامه وإن شاء الله إن شاء الله هكون يعني مشروع شعار كويس إن شاء الله وبإذن الله هكتب حاجات أكتر كويس وإن شاء الله مش أخيب تعب وظنه فيها هو والديتي وجدتي طبعا وإخواني اللي وقفوا جنبي طبعا أيام السنوية لأنكم تفعشل صراحة أحب أشكر والدي والدتي وأقول لهم إن إن شاء الله مش هبطل كتابة وإن شاء الله ههتم بدراستي وههتم بكتابة أكتر على قل خالص أكون شعر كويس والحمد لله تبادئت على سلم النجاح هو يعني ما فيه شاشر ولا حاجة أنت كنت فاكد نفسك فشل في الثانوي بالضبط يعني أنا كنت جات لكلية در العلوم جمعت أسوان أنا في ثلثة سنوية كنت حابب أكون مش مهندس إسلام مهندس مساحة كلية أداب كسم مساحة أريد تخش كلية هندس أو كلية تربية على المنفس فجات لي كلية در العلوم فقلت لولدي ده بعيدة قال لي إيه يعني بعيدة مش أي حد يعني بعيدة الناس مش هتروحها مثلا بالعكس ده أنا روح وحق تنجح كبير طبعا إحنا وصلنا لهاية البرنابج طبعا بشكرك أستاذ إسلام والتوفيق إن شاء الله بشكرك دكتورة هند بشكرك جيدا بشكرك كل العاملين في قناة الصحة والجمال بقول لهم أنتوا بالنسبة لي حاجة كبيرة خالص وحاجة غالية جدا في قناة الصحة والجمال بشكركم بشكر بيتي اللي تربت فيه بشكر كل فرد في أسر القناة الصحة والجمال بشكركم بشكركم جدا جزيل الشكر لكم مشاهدين الأعزاء أتمنى أن ألقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة الهدم أسهل بكتير من البنى البنى محتاج وقت ومجهود بتبني بيتك شركتك أو حتى مولك التجاري يبقى عايز معاك راجل يقدر يشيل ويستحمل وينقل حديد أسمنت رمل وطوب المهر للمؤولات والتوردات تقدر توفر لك عربيات لنقل أي كمية وبسعر مناسب جدا المهر هنسهلك عملية البنى ترجمة نانسي قنقر